المعركة ضد التضخم ستستارق بعض الوقت بهذه الكلمات وضع محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي حد لتكهنات السوق بشأن قرب انتهاء أطول دور التجديد مالي شهدتها البلد منذ ثلاثة عقود يأتي ذلك في الوقت الذي رفع فيه بنك إنجلترا معدل الفائدة للمرة الرابعة عشرة على التوالي في أغسطس لتصل إلى 25% وهو أعلى مستوى منذ عام 2008 بنك إنجلترا أوضح أن بعض المؤشرات بما في ذلك زيادات الأجور تنبئ بمزيد من الضغوط التضخمية المستمرة في غضون ذلك توقع البنك أن تفي الحكومة بتعهدها بخفض التضخم بحلول نهاية العام وانخفاض مؤشر أسعار المستهلكين لأقل من 5% خلال الربع الأخير من العام الجاري تسببت أسعار السلع والمواد الخام لاسيما الطاقة في ارتفاع التضخم بعد الصدمات المتتالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية لكن التضخم المتولد داخل المملكة المتحدة نفسها هو الذي يقلق البنك المركزي التضخم السنوي للمملكة المتحدة بلغ سبعة وتسعة من عشرة بالمئة في يوليو وهو أعلى معدل بين دول مجموعة السبعة مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة لجنة السياسات النقدية وعدت بالإبقاء على الفائدة المصرفية مقيادة فترة كافية لعكس اتجاه التضخم والوصول إلى المعدل المستهدف عند 2% تضعف زيادة أسعار الفائدة قوة الاقتراض للأسر والشركات في بريطانيا على حد سواء ونظرا لعدم تثبيت الرهون العقارية على المدى الطويل في المملكة المتحدة تزداد الأعباء على أصحاب الديون وبالرغم من أن بانك إنجلت ريال التجديد النقدي لا ينبغي أن يتسبب في ريكود بالمملكة المتحدة فقد خفض توقعته للنمو إلى نصف بالمئة في عام 2024 و25 من المئة بالمئة في عام 2025 مقابل توقعته السابقة لنمو بنحو 75 من المئة بالمئة لعامي 2024 2021-2025 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر